موسيقى موسيقى محمد الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي والفصل الدراسي الاول والوحدة الثانية الحركة والنهاردة مع المحور الثاني المادة والطاقة المفهوم الثاني الطاقة والحركة طبعا لان احنا هنتكلم النهاردة عن الطاقة وعن الحركة ركز معايا كده في الفيديو اه انا شايف ايه انا شايف بعض الاجسام المتحركة زي غير الكطار المتحرك والناس اللي مشي في الشارع احنا هنشوف ازاي الطاقة ممكن تتحوله تبقى ايه حركة تعال يلا بينا دلوقتي نبص مع بعض في الفيديو حلقة حلقة اولاد راجل بصوا بيعمل ايه بيتزلج على الجليد الراجل المتزلج على الجليد ده هو في صورة حركة طيب الاكسام المتحركة دي او الراجل اللي بيتحرك ده بيمتلك طاقة الطاقة اللي بيعملها دي او بيقوم بيها بنتسمى طاقة حركة هو بيتحرك نحو اسفل المنحدر شايفين ازاي او بيمتلك طاقة حركة طيب تخيل لو وقف طاقة الحركة دي هتتحول ايه او هتصبح طاقة ايه ياميس وهو في بداية التزلج على اعلى قمة المنحدر بيمتلك طاقة اسمها طاقة وضع وجيب تبقى طاقة كبيرة اول ما بيبدأ يتزلج بتتحول طاقة الوضع تدريجيا لطاقة حركة من هين هنبدأ نتحق الرب ونتعرف ياميس على ان فيه نوعين من الطاقات هي طاقة الوضع وطاقة الحركة عندي مفهوم طاقة الحركة وبتيجي مصطلح علمي حبيبي يقولي ايه هي طاقة الحركة هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته من اسمها طاقة حركة يبقى الجسم حيتحرك يبقى تاني كده نفهم مع بعض او نعرف مع بعض طاقة الحركة هي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته طب انتو قلت يا ميس ان برضو فيه حاجة اسمها طاقة وضع يا ترى ايه طاقة الوضع دي بسبب موضع الجسم او حبيبي دي بسبب موضع الجسم دي ما لها دي الطاقة المختزنة او كامنة يعني ايه كامنة يعني داخلية مخزنة داخل الجسم بسبب ايه بسبب موضعه يبقى يمكن يجي السؤال في الامتحان ويقول لك اكتب المصطلح العلمي الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته دي طاقة الحركة يا ميس طب لو قال لي الطاقة المختزنة او الكامنة داخل الجسم تسمى طاقة الوضع نركز مع بعض يا سنة ربعة في الفيديو لان هتلاقي معنا اسئلة وان شاء الله لو انت مركز كويس هتعرف تجاوب معنا في الاسئلة دي واشوف اجاباتكو في التعليق تعالى دلوقتي نتعرف على حاجة كلنا بنحبها وحنشوفها مع بعض ايه دا يا ميس كطار الملاهي يا ميس السريع في الملاهي على طول بنركبه دا جذب جدا وكلنا بنحبه يا ميس دا بيوضح لنا حاجة النهاردة في العلوم يا سنة ربعة بيوضح لنا تحولات الايه الطاقة تعالى مع بعض نشوف طاقة الوضع وطاقة الحركة موجودين جواه ولا لا تعالى بص معايا كده الفيديو معايا بيوضح اهو في بداية الحركة وهو طالع بيشتغل بايه بيشتغل بالكهربا يا ميس بيبقى عنده محركات تعمل بالكهربا يبقى يكيد جي الطاقة القهربية اللي حتشغله في اسفل المنحدر عشان يبدأ يتحرك بيعمل بالطاقة القهربية طب لما يطلع لأعلى كده وهو طالع يا أولاد تبدأ الطاقة القهربية تحول لطاقة حركية طب وانا بارتفع طاقة الحركة بتبدأ تفضل ترتفع معايا لحد ما يبقى في الأعلى القمة هنا بيفضل يقف سوائي بسيطة بتتحول طاقة الحركة دي لطاقة وضع وهو على قمة الكتار من فوق على قمة المنحدر من فوق بتبقى طاقة وضع أكبر ما يمكن وقتها أسناء الصعود يا سنة ربعة بتتحول طاقة الحركة تدريجيا إلى طاقة وضع كلما ارتفعنا إنما عند قمة المنحدر بتاع قطار المناية السريعة بص عند القمة بيحصل يا سنة ربعة قال لي لا ده عند القمة بيمتلك أكبر طاقة وضع وتبدأ تدريجيا تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة وهو نازل أسفل المنحضر بالضبط كده وعندما يتحرك إلى أسفل كل الطاقة المختزنة اللي كانت عنده هتتحول لطاقة حركة يبقى بعد كده لو عندي مخطط كده بيفهمني شوية أو بيلخص شوية الكلام اللي أنا قلته تحولات الطاقة اللي بتحصل في كطار الملاهي السريع قلت لك هو بيعمل بالمحركات يعني بيعمل بالطاقة الكهربية وهو أسفل المنحضر طاقة الكهربية دي بتبدأ تتحول معايا عشان يقدر يتحرك تبدأ تتحول لطاقة حركة كل ده هو لسه تحت بيبدأ يتحرك ده في أسفل المنحضر بس يا ميسو احنا طلعين بتبدأ تتحول بقى طاقة الحركة كل ما بنرتفع عن سطح الأرض تتحول لطاقة جدا اللي هي طاقة الوضع تدريجيا طاقة الوضع بتبلغ أقصى ما يمكن عند قمة المنحضر تبدأ بعد كده وهو نازل تتحول طاقة الوضع مرة أخرى إلى طاقة حركة معنى كده أن كل ما بزود طاقة حركة الجسم زي الكطار كده كل ما بتزود السرعة بتاعته يبقى كل ما بتزيد طاقة الحركة كل ما تزداد السرعة زي ما أنا شايفة كده في الكطار بتاع الملاهي اللي أنا درسته ودلوقتي احنا وصلنا لسؤال المتفوقين لو انت مركز معنا في الفيديو هتعرف تجاوب معنا وان شاء الله أشوف إجاباتكم تكون في التعليقات وبإذن الله تكون إجابة صحيحة السؤال بيقول ضع علامة صح أو خطأ تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء صعود القطار لأعلى قد بالك احنا شرحنا حالتين أثناء الصعود وأثناء الببود السؤال بيقول ضع علامة صح أو خطأ تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء صعود القطار لأعلى ان شاء الله أشوف إجاباتكم في التعليقات وبإذن الله تكون الإجابات كلها صحيحة يلا نستكمل الفيديو بتاعنا بيقول لي ما الذي تعرفه عن الطاقة والحرقة هي فيه علاقة بين الطاقة والحرقة أيوة ميس يلا بينا نتعرف دلوقتي على العلاقة دي أنا شايفة طفلي دلوقتي بيتناول الغذاء بتاعه الطفلي ده بيتناول الغذاء طب فكر كده الصبح وانت نازل المدرسة الصبح انت لازم بتفتر موما ولازم تفترك الصبح انت موما بتفترك ليه عشان تقول لجيب عندك ايه يبقى عندي طاقة اقدر اتحرك وافهم وركز وعمل جميع العمليات الحيوية بتاعتش يا ميس بالزبط كده يعني معنى كده ان الغذاء ده بيديك طاقة صح الطاقة دي متخزنة جوه جسمك حنعرفها بعد شوية هي طاقة كيميائية بس الطاقة اللي عندك هي اللي بتخليك تقدر تتحرك وتقدر تذاكر وتقدر تمارس الأنشطة بتاعتك معنى كده ان فيه علاقة بين الطاقة وبين الحركة بتاعتك عشان تقدر تشتغل وتقوم بالمجهود بتاعك يبقى احنا كده ممكن نستنتج برضو حاجة تانية ياولي ان انا جبت الطاقة المخزنة دي هتديني ايه هتديني مقدرة على بذل شغل او ان انا احدى استغير يعني ايه تغير يعني انا عشان ارفع الحقيبة من على الارض الاعلى دي محتاجة طاقة ليه يا ميس قال لي عشان تأثر عليها بقوة وتبزي الشغل وتحركها زي ما خدنا قبل كده في مفهوم الحركة والتوقف يبقى انا اقدر يراجع معاك كده ان الطاقة لها مصطلح مهمة معنا وهي القدرة على بذل شغل او احدى استغير السؤال بيجي معنا في الامتحان ويقولك اكتب المصطلح العلمي القدرة على بذل شغل او احدى استغير الطاقة يا ميس دلوقتي هنتعرف على انتقال الطاقة هل يطار الطاقة بتنتقل انت قلتش من شوية يا ميس ان الطاقة بتتحول تعال بص كده في الفيديو بتاعنا ده لاعب الكرة واقف وقدامه القرة طب مالها الكرة الكرة دلوقتي تقفت الحركة بتاعتها بتسوي بصفر ما بتتحرك شي موجودة في طاقة وضع دلوقتي ايوة يا ميس عندها طاقة وضع طب لما يبدأ دلوقتي اللعيب هيبدأ يركل القرة اه ركل القرة وبعدين لو فيه الشبكة هناك هتلاقي الشبكة انا شايفها من بيات حلقان هي بيجرالها ايه بتحتاز الله ينور فبعنا كده ان الطاقة اتنقل طب تعال نشوف كده ايه اللي حصل بالزبط هلاقي ان في البداية خالص ان كرة القدم وهي موجودة دي كرة ساكنة في مكانها ما عندهاش اي طاقة حركة يبقى كرة القدم هي في البداية خالص زي ما كنت شايفها لا تمتلك اي طاقة حركة طيب الولد هيبدأ يركل الكرة او اللعب هيبدأ يركل الكرة الساكنة هو في جسمه طاقة الطاقة الحركة اللي عملها دي اتنقلت من رجليه او من جسمه للكرة فبدأت ان هي تتحرك وبما ان الكرة اكتسبت طاقة حركة يبقى اكتسبت سرعة يبقى سرعتها تزين حتنطلق بطاقة الحركة وتهز الشباك الساكنة الشباكة كانت ساكنة ما كانش عندها طاقة حركة طب احتزت ليه علل احتزت ليه نتيجة اصطدامها بالكرة وانتقال طاقة الحركة من الكرة المين للشباكة تعال دلوقتي نتعرف على خصائص خصائص الطاقة خصائص الطاقة خد بالك ممكن ان انا الطاقة دي اقدر اشوفها واقسها واشوف نتايجها او اثرها زي ايه زي طاقة الحركة اللي كانت مكتسبها القرى واصرت في الشباكة وعملت اهزت انا كده شفتها صح كده يبقى انا من دمن الخاصة سينا اقدر اشوف اوائيس ما تفعله الطاقة يبقى اول خاصية للطاقة يمكن رؤية وقياس ما تفعله الطاقة ابتعالها كده ده صرف اللي بيعمل ايه بيصرخ اه طب ماله قال لي انتي مش هتقداري تشوفي معظم صور الطاقة لكن بعض انواع صور الطاقة اقدر اسمعها الصورة التالتة اللي عندي اللي احنا كنا واخدينها من شوية لها كطار الملاهي السريع اللي كنا دارسين ومن حبة كده قلت لك ان هو كان عنده صورتين من الطاقة طاقة وضع وكان طاقة حركة وكنت بقول لك ان هي بتطاقة الحركة بتبدأ القطر يبدأ يتحرك بيخزن بعد كده طاقة الوضع اللي بتتحول تدريجية لطاقة حركة معنى كده ان انا اقدر اخز انت بتسمع من نيس كده الميس بتقول لك هي انت ممكن تخزن الطاقة اسناء تحولها اه خد بالك وهو بيصعد لأعلى تتحول طاقة الحركة لطاقة الوضع طب عند قمة المنحدر بتكون طاقة الوضع اكبر ما يمكن طب اسناء نزوله تتحول طاقة الوضع الى طاقة حركة نركز في الفيديو كويسة سنة ربعة عشان نعرف نجاوب مع بعض على الاسئلة بتاعتنا وده موعد السؤال الجديد ولو انت مركز هتعرف تجاوب بسهولة السؤال بيقول لي اختر جميع ما يلي من خصائص الطاقة مع ده جميع ما يلي من خصائص الطاقة مع ده تحولها من صورة لأخرى ولا يمكن تخزنها ولا يمكن استحدثها ولا يمكن ملاحظة ما تفعله السؤال بيقول لي اختر جميع ما يلي من خصائص الطاقة مع ده شيء واحد هو اللي مش من خصائص الطاقة تحولها من صورة لأخرى ولا يمكن تخزنها ولا يمكن استحدثا ولا يمكن ملاحظة ما تفعله ان شاء الله شوف اجاباتكم في التعليقات وبإذن الله تكون الاجابات جميعها صحيحة دلوقتي هنعرف العلاقة بين الطاقة والشغل والقوة احنا قلنا ان الطاقة دي هي القدرة على بس للشغل على بس للشغل او احداث تغيير او طب هي الطاقة دي بتتحول فورا لشغل قال لي لأ انتي لازم بتحول الطاقة الاول يميز بتحولها القوة والقوة دي عبارة عن مؤثر بيغير الطاقة عشان تتحول لإيه لشغل طيب تعالى كده بص معي الولد ده او الراجل ده اللي واقف بيحاول هو عنده طاقة جوا جسمه بيحاول يزوء الجدار او يبعده عنه شوية طب الطاقة اللي في جسمه دي هل قدرت او بقوته دي هل قدرت انه هو يزيح الجدار عن مكانه لا ما قدرش هل معنى كده انه هو مدام الجدار ده سابت زي ما هو ما تحركش يبقى ما عملش شغل او مش قادر يعمل عليه شغل يبقى انا كده دلوقتي عندي علاقة بين الطاقة والقوة والشغل لازم يبقى عندي طاقة عشان ابزل القوة عشان يحصل الشغل بعد كده وعرفنا المفهوم بتاع الطاقة هي القدرة على بزل شغل او احداث تغيير ودلوقتي حننتقل لنقطة تانية اللي هي العلاقة بين الشغل والطاقة زي ما انت شايف في الصورة كده انا عندي ايه حبيبي عندي اناء او برات كده على الموجد او على البتجاز والمية جواه بتغلي المية جواه مالها عمالها تتحرك صح؟ طب النار اللي طالع دي او اللهب الله ينور ده المية اكتسب الطاقة حرارية والطاقة الحرارية دي ابتدت لما تنقلت للمية فالمية سخنت فابتدت المر هي تعمل طيارات الحملة اللي هي حركة جزيئات المية الداخلية دي فابتدت تتحرك فده بيعبر عن ايه؟ عن العلاقة ياميس برضو طب خد بالك كده معنا الصورة التانية حبيبي اللي قدامي دي دي صورة سفينة او صورة مركب في قلب البحر معنى كده شايف الشراع بتاع المركب ده طوارب الشراعية دي ياميس بتتحرك برضو بس بجي فعل بحاجة تانية خالص دي عن طريق طاقة الرياح يبقى بتتحرك بفعل طاقة ايه؟ الرياح الرياح الكطار اللي قدامنا انا عندي صورة كطار او صورة ترام او ده صورة قطر كده انا شايفها ماشي اهو بيتحرك طب انا كنت اقلالك قبل كده ان القطر ده كان بيتحرك بايه؟ بالمحركات بالطاقة الكهربية ياميس يبقى دي صورة تانية برضو من ضمن صور الطاقة اللي هي الطاقة الكهربية انا بأكد عليك تاني ان فيه علاقة بين الثلاث نقط دورة الطاقة والشغل والقوة وهعرف تاني معيك مفهوم الشغل لو تفتكر كنت وغدى مفهوم الشغل في المفهوم اللي عدم كنت اقلالك هو مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم لمسافة لازم الجسم يتحرك من خلال القوة المؤثرة عليه او المفهوم الجديد اللي انا كنت وغدى النهاردة هو ما تبزله القوة التي تتسبب في حركة الجسم لمسافة ما يبقى اخد بالك ان الشغل عشان يتم لازم يكون عندك طاقة والطاقة دي هتتحول لقوة القوة لو حركت الجسم لمسافة ما يبقى انت بزلت ايه؟ شغل بزلت شغل تاني نشوف المخطط معنا يبقى انا بيبقى عندي طاقة الطاقة دي بتمنحنا قوة القوة بتمكن من بزل ايه الشغل عشان احرك الجسم مسافة ما دلوقتي معنا ملحوظة مهمة بيقول لي ان الطاقة تبزل شغلا على الاجسام فتؤثر عليها بنقاط تحركها مسافة ما تؤثر عليها بقوة يا ميس خد بالك لان هما مرتبطين ببعض التلاتة ايوة التلاتة مرتبطين ببعض يبقى انا كده ممكن ااكد برضو على تعريف الشغل واقول هو ما تبزله القوة التي تتسبب في حركة الجسم لمسافة ما وبكده نكون لسه هنتنقل لنقطة تانية عندي تحولات لطاقة الوضع وطاقة الحركة بص اولادة نستنادي عندي هما طاقتين الوضع والحركة بس هنبدأوا نصنفوهم بعد كده لحاجات معينة لكن كل الطاقات اللي عندي هي في صورة حكتين بس طاقة وضع وطاقة حركة طيب عندي كده الامثلة على طاقة الوضع هنشوف كده في الصور اللي عندي لو في طفل انا شايفة ايه دلوقتي في الفيديو ده طفل او الولاد بيلعبوا على الزحلوقة دي على اللعب انتو بتحكوا لكم بتحبوها وبتحبوا تركبوا عليها طيب الطفل وهو قاعد فوق في البداية كده قاعد في مكانه لسه ما تحرقش ها انا سمعاكم كده بيبقى عنده طاقة ايه برافو عليكم عنده طاقة وضع وهي فوق بص البنت ها في البداية خالص عندها طاقة وضع اعلى الزحلوقة طيب وهي بتنزل تنزلك على الزحلوقة أو بتتنزحلك على الزحلوكة بتتحول طاقة الوضع دي لطاقة حركة يبقى الزحلوكة اللي قدامي دي مثال على تحول طاقة الوضع لطاقة حركة وده بس ضبط زي اللي احنا قلناه في قطار الملاهية يا أولاد احنا قلناه في أعلى المنحضر بيبقى عنده طاقة الوضع أكبر ما يمكن وطاقة الحركة سيف البنت أول ما بتقعد كده طاقة الوضع أكبر ما يمكن طاقة الحركة سيف طب لما بتبدأ تنزل تدريجيا لأن كلما زادت طاقة الحركة تزداد السرعة لأن في بينهم يا صنة ربعة علاقة طردية ودلوقتي وصلنا لسؤال جديد بيقول لي ماذا يحدث للطاقة إذا سقط الكتاب من يدك ماذا يحدث للطاقة إذا سقط الكتاب من يدك إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا النهاردة من الفيديو وبإذن الله مع موعد جديد ولقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا